السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي وعزيزات الكرام متابعي قناة إكورشادلي في فيديو جديد في الفيديو هذا سنرى النص الوظيفي الأول من الوحدة الرابعة الأسبوع الأول بعنوان نبتة الملوكي صفحة رقم 118 وصفحة رقم 119 إلى حدود صفحة رقم 120 من كتاب اللغة العربية المفيد في اللغة العربية المستوى الرابع ابتدائي إذن لنبدأ نبتة الملوكي ألاحظ وأتوقع ألاحظ المشاهدة وأقرأ العنوان ثم أتوقع موضوع النصي إذن هذه اللحظة المشاهدة ونقرأ العنوان اللي هو نبتة الملوك وقد انتوقعوا موضوع دي النص إذن يبدو أن النص سيتحدث عن نبتة لها قيمة كبيرة وثمينة جدا ولها مكان مهم لذلك عنوان النص بنبتة الملوك ذالي نكتب إذن لنقرأ النص ونتمم الإجابة على الأسئلة إذن أقرأ النص صديقاتي أصدقائي سأحدثكم عن زهرة يطلق عليها نبتة الملوكي هذه الزهرة العجيبة التي جعلت مدينة تاليوينة تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج هذه الثروة النباتية الثمينة إنها الذهب الأحمر أجود أنواع الزعفران في العالم فهل تعرفون كيف تزرع وتجنى هذه الزهرة العجيبة؟ بعد أن يقلب الفلاح أرضه بالمعول يقوم بوضع بضرات الزعفران الشبيهة بوصلة صغيرة في التربة وعندما ينتهي من زرع البذور تبدأ عملية السقي فزهرة الزعفران تحتاج إلى كثير من الماء لأنها تعتش باستمرار تظهر الزهرة الثمينة بلونها الأرجواني في شهر أكتوبر تتوسطها شعيرات حمراء اسمها الذهب الأحمر أو الزعفران تحتاج عملية جاني زهرة الزعفران إلى خبرة كبيرة حيث تقتلع فجرا قبل شروق الشمس بأطراف الأصابع بسرعة فائقة حتى لا يمتزج اللون البنفسجي للأوراق باللون الأحمر للشعيرات فتتلف وبعد جاني زهور الزعفران من الحقل تحمل إلى مكان فصل الشعيرات الحمراء عنها وعلى القائم بهذه العملية أن ينظف يديه جيدا لأن شعيرات الزعفران تفقد رائحتها وجودتها بمجرد ما تلمسها تلمسها عفوا يد غير نظيفة وبعد انتهاء عملية الفرز تجفف تحت أشعة الشمس أو بواسطة المجفف الآلي ليصبح الزعفران جاهزا للتسويق صديقاتي أصدقائي بمدينة تاليوين أسس الدار الزعفراني التي تساعد المزارعين على إنتاج كميات كبيرة من هذه الثروة النباتية الثمينة ومن أجل ذلك زودتهم بقنوات السقي بالتنقيط ووفرت لهم آلات ضخمة تسرع عفوا تشفيف الشعيرات الزعفران وفي نوانبر 2017 نظم في تاليوين أول مهرجان للزعفران بالعالم وتوالت دواراته السنوية حتى أصبح يستقطب الزوار والسياحة من كل مكان لمعاينة هذه الزهرة الفريدة في مدينتها الجميلة أصدقائي صديقاتي بعد أن عرفتم كل هذا عن مدينتي ألا تستحق زيارتكم؟ إذن كان هذا هو النص بعنوان نبتة الملوك لنمر إلى الأسئلة لنجيب عنها إذن أنمي معجمي أولا أعيد قراءة النص وأحدد معاني الكلمات انطلاقا من السياق إذن مطلوب من هنا ينحدد معاني الكلمات انطلاقا من السياق الثمينة جني فرز تستقطب إذن الثمينة حسب سياق النص هي الغالية الثمينة أي الغالية جني أي قطف قطف مثلا لظهرات الزعفارة فرز أي عزل يعني عزل شيء من شيء ما عزل فرز أي عزل تستقطب أي تجذيب تستقطب زوارا وسياحا من كل مكان تجذيب سياحا وزوارا لكل مكان إذن لنكتب التمينة أي الغالية جني أي قطف فرز أي عزل تستقطب أي تجذيب نمر إلى السؤال الثاني أدعو علامة في خانة الأداث التي لا يستعملها الفلاح في حقله إذن عندنا هنا بعض الأدوات أن نوضع علامة على الخانة التي فيها أداث لا يستعملها الفلاح في حقله إذن مزرفة منجل فأس طابعة معوال إذن مزرفة يستعملها الفلاح منجل كذلك يستعمله الفلاح فأس كذلك يستعمله الفلاح طابعة لا لا يستعملها الفلاح ومعوال يستعملها الفلاح إذن طابعة هي الأداث التي لا يستعملها الفلاح في حقله نمر إلى السؤال الثالث أصير كل جملة بالكلمة المناسبة للمعنى كلمة تنتيج عندنا هنا تنتيج في ثلاث جمل وعندنا هنا ثلاث معاني أصير كل معنى تنتيج في جملة معينة إلى المعنى الصحيح ديالها إذن تنتيج تاليوين سنويا أربعة أطنان من الزعفران تنتيج هنا أي تعطي تاليوين سنويا أربعة أطنان من الزعفران إذن تنتيج تعطي تاليوين سنويا أربعة أطنان من الزعفران تنتيج المصانع آلات لتجفيف شعيرات الزعفران تنتيج هنا أي تصنع المصانع آلات لتجفيف شعيرات الزعفران إذن تصنع المصانع آلات لتشهيل شعيرة الزفران تنتج المخرجة السينمائية فيلما وثائقيا عن تاليوين تنتج هنا أي تنجز المخرجة السينمائية فيلما وثائقيا عن تاليوين إذن تنجز المخرجة السينمائية فيلما وثائقيا عن تاليوين نمر إلى أفهم سؤال رقم أربعة أضع علامة في خانة الاختيار الصحيح يتحدث النص عن الدهب الأبيض الدهب الأحمر الدهب الأصفر الدهب الأسود إذن عما يتحدث النص يتحدث النص على الدهب الأحمر وهي شعرة الزفران الملقبة بالدهب الأحمر سؤال رقم خمسة أذكر العمليات التي يقوم بها الفلاح لزراعة الزهرة العجيبة بحسب النص أذكر العمليات التي يقوم بها الفلاح لزراعة الزهرة العجيبة بحسب النص إذن العمليات التي يقوم بها الفلاح لزراعة الزهراء العجيبة هي هي تقليب الأرض بالمعول ووضع بذرات الزعفران في التربة وسقيها بالسمرار إذن هذه هي العمليات التي يقوم بها الفلاح لزراعة الزهراء العجيبة حسب النص إذن العمليات التي يقوم بها الفلاح لزراعة الزهراء العجيبة هي تقليب الأرض بالمعول ووضع بذرات الزعفران في التربة وسقيها بالسمرار نمر إلى السؤال رقم 6 تتطلب عملية جاني الزعفران خبرة كبيرة أذكر ذلك إذن حسب النص تتطلب عملية جاني الزعفران خبرة كبيرة لأنها يجب أن تقتلع فجرا قبل شروق الشمس بأطراف الأصابع بسرعة ثائقة حتى لا يمتزج اللون البنفسجي للأوراق باللون الأحمر للشجيرات فتتلف إذن نكتب تتطلب عملية جاني الزعفران خبرة كبيرة لأنها يجب أن تقتلع فجرا قبل شروق الشمس بأطراف الأصابع بسرعة فائقة حتى لا يمتزج اللون البنفسجي للأوراق باللون الأحمر للشجيرات فتتلف نمر إلى السؤال السابع أضعوا علامة في الخانة الاختياري المناسب إذن تجفف الشعيرات الزعفران تجفف شعيرات الزعفران بالشمس بالنار بالمجفف الآلي إذن حسب النص تجفف شعيرات الزعفران بالشمس وبالمجفف الآلي أيضا إذن نأجوج أجوبة صحيحة تجفف شعيرات الزعفران بالشمس وبالمجفف المجفف الآلي نمر إلى السؤال الرقم التمهي أبين لماذا نسمي الزعفران بهذه الأسماء مطلوب من هنا نبينه علاش نسميه النبتة الزعفران بنبتة الملوك ولاش نسميهها بالزهراء العجيبة وكذلك لماذا نسميها بالذهب الأحمر إذن نسميها بالنبتة الملوك لأنها قيمة لأن عفوا القيمة ديالها عالية لهذه النبتة الزهراء العجيبة تختلف كثيرا عن باقي الأزهار والذهب الأحمر لأن سعرها يتجاوز في بعض الأحيان سعر الذهب للقرام الواحد كذلك أنا ندلتكم هنا أسماء هذه وقدامها لماذا سميت بهذه الأسماء نبتة الملوك القيمة العالية لهذه النبتة الزهرة العجيبة تختلف كثيرا عن باقي الأزهار الدهب الأحمر لأن سعرها أفوا لأن سعرها يتجاوز في بعض الأحيان سعر الذهب للغرام الواحد نمر إلى سؤال رقم 9 أبرز لماذا أسست دار الزعفران في تاليوين أسست دار الزعفران في تاليوين لمساعدة المزارعين على كميات كبيرة من هذه الثروة النباتية الثمينة سؤال رقم 10 أحدد الفكرة الأساسية لكل فقرة إذن عندنا ثلاث فقرات في النص عفونا أربعة فقرات في النص سبق لي أحدد كل فكرة أساسية لكل فقرة إذن الفقرة الأولى إبراز كاتب أهمية نبتة الزعفران ومكانتها والتساؤل حول طريقة زراعتها وجنيها الفقرة الثانية ذكر العمليات التي يقوم بها المزارع لزراعة هذه النبتة العجيبة والمراحل التي تمر منها الفقرة الثالثة جني زهرة الزعفران وفرز شعيراتها الحمراء وتشفيفها الفقرة الرابعة تأسيس دار الزعفران لمساعدة المزارعين على مضاعفة الإنتاج وتنظيم أول مهرجة لهذه النبتة في العالم الفقرة الأولى إبراز كاتب أهمية نبتة الزعفران ومكانتها والتساؤل حول طريقة زراعتها وجنيها ثانيا ذكر العمليات التي يقوم بها المزارع لزراعة هذه النبتة العجيبة والمراحل التي تمر منها فقرة الثالثة جني زهرة الزعفران وفرز شعيراتها الحمراء وتشفيفها أما بالنسبة للفقرة الأخيرة وهي الرابعة تأسيس دار الزعفران لمساعدة المزارعين على مضاعفة الإنتاج وتنظيم أول مهرجة لهذه النبتة في العالم نمر إلى أركب وأقوم السؤال الرقم 11 السعين بما يأتي ألخص النص إذن عدنا هنا يأتي أخصنا لخص النص بالإستعانة بتنتيج مدينة تاليوين تحتاج زراعة الزعفران إلى تأسست دار الزعفران إذن سنبدأ النص تنتيج مدينة تاليوين في الوسط سنهضر على ما تحتاجه زراعة الزعفران وتأسست دار الزعفران وسنتميم إذن تنتيج مدينة تاليوين ثروة نباتية ثمينة جعلتها تشتهر بهذه الزراعة وتحتل رتبة مهمة عالميا في إنتاج هذه المادة تحتاج زراعة الزعفران إلى القيام بمجموعة من الأمليات من طرف الفلاح تبدأ بتقليب الأرض بالمعوالي فوضع بضرات الزعفران في التربة ثم سقيها تأسست دار الزعفران لمساعدة المزارعين على مضاعفة الإنتاج حيث زودتهم بقنوات سقي بالتنقيض ووفرت لهم آلات ضخمة لتسريع تجفيف شعيرات الزعفران إذن كان هذا هو تلخص دي النص باستعانة بتنتيج مدينة تاليوين في الأول هذه تنتيج مدينة تاليوين وتحتاج زراعة الزعفران إلى ذكرنا ما تحتاجه زراعة الزعفران وأخيرا تأسست دار الزعفران ذكرنا أيضا لماذا تأسست دار الزعفران إذن السؤال رقم 12 والأخير أذكر منتجات زراعية تتميز بها بعض مناطق المغرب في السؤال هذا سنضكر بعض المنتجات الزراعية التي تتميز بها مناطق المغرب مثلا أرقان الزيتون الشمندر السكري والثمور إلى آخره فقط بعض المنتجات الزراعية التي لديها في بالي إذن أرقان الثمور الزيتون الشمندر السكري إذن أعزائي عزيزاتي الكرام متابعي قناة ايكول شادلي إلى هنا سيكون نهاية الفيديو النص الوظيفة الأول الوحدة الرابعة من الأسبوع الأول نبتة الملوكي صفحة رقم 118 صفحة رقم 117 إلى حدود صفحة رقم 120 من كتاب اللغة العربية المفيد في اللغة العربية المستوى الرابع ابتدائي إذن أعزائي عزيزاتي الكرام أتمنى تكونوا السفت ما نفت فيديو هذا إلى فيديوهات قادمة إن شاء الله دمتم في رعاية الله ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة